متابعيني جميعاً على قناة InfoTek4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد إن شاء الله هتكلم فيه عن موديل جديد من شركة جوجل وهو Gemini Experimental 1114 كان آخر موديل أعلنت عنه شركة جوجل وهو Gemini 1.5 Pro OO2 وإن شاء الله هنعمل النهاردة مقارنة ما بين هذا النموذج الجديد وآخر نموذج نزل من Gemini أو موديل نزل من Gemini وفي حاجة مهمة حابة أنا أشير إليها إن موقع lmarena.ai حتلك الرابط في الوصف أسفل الفيديو تم تصنيف هذا الموديل على إنه هو Top 1 بالنسبة لOverall Category بالنسبة للLLM بشكل عام لكن هل فعلاً Gemini Experimental 1114 يستاهل الرانك اللي هو رقم واحد بالنسبة لجميع نماذج الذكاء الإصطناعي أولاً Shadput Arena اللLM Leader Board ما أقدرش إن أنا أعول عليها كتير لإن هي أراء مستخدمي نماذج الذكاء الإصطناعي وحالياً يعني أنا بحس إن أغلب الناس اللي بتستخدم نماذج الذكاء الإصطناعي بتبص على حاجتين الحاجة الأولانية هي طول الResult أو النتيجة يعني التكست قد إيه طويل الحاجة التانية للStyle الخاص بالنتيجة الحاجتين دول مش دايماً بيكونوا هما الفاكتورز أو العوامل اللي أنا ممكن أن أقيس بيها مدى نجاح هذا النموذج فعشان كده ما أقدرش إن أنا أخذ بالLeaderBoard الخاصة بالM Arena كهي دي فعلاً المقياس إن Gemini Experimental 1114 هو Top 1 بالنسبة للرانك بالنسبة للكاتيجوري الOverall لازم نبص على حاجات تانية لو أنا شلت بعض العوامل الخاصة بالStyle والخاصة بالTool الخاص بالنتيجة هلاقي إن الرانك بتاعه هيكون رقم أربعة فلازم نكون واخدين بالنا إن اللي واخد Top 1 بالنسبة للResult ماليش بقى دعوة بطول قد يعطيني النتيجة طويلة أو فيها تفاصيل كتيرة أو حتى الStyle الخاص به شكله عامل إزاي لا بالنسبة للنتيجة من وجهة نظري كدقة فهنا أنا شايفة إن O1 Preview من OpenAI أعتقد إن هو بيحتل المرتبة الأولى وأيضاً ده حسب المستخدم ما بيقول من خلال الليدر بورد الخاص بالM Arena زي ما قلت لك ما أقدرش أحكم على النموذج إلا لما أجربه وأقرنه بآخر نموذج نجزل من جوجل خصوصاً إن شركة جوجل بدأت في الفترة الأخيرة تكون مضغوطة نتيجة إن شركة OpenAI وشركة Anthropic بدأت إنها تنزل تحديثات خاصة بالنماذج بتاعتها فأصبحت المنافسة بقت عالية ما بين هذه الشركات وده اللي بيخلي شركة جوجل بتحاول نطلع حاجة جديدة والحاجة دي لازم تكون مميزة بشكل ما فبالتالي ما نقدرش إن إحنا دلوقتي إن إحنا نقول لا جيميناي إكسرمينتال 1114 أفضل من جيميناي 1.5 Pro 2 أو أفضل من O1 Preview أو أفضل من Cloth Sonnet أو Cloth 3.5 Sonnet اللي هو الأبديتد الآخر واحد خالص من شركة Anthropic علشان كده لازم تجرب النموذج هنا لو أنت روحت للكاتجوري علشان تطلع بقى من بره دائرة الأوفرول أنت واحد بتستخدمه في الماث فبالتالي حتلاقي تصنيف الموضل الجديد من جوجل وهو جيميناي إكسرمينتال 1114 ويخد رانك مختلف حنشوف مع بعض النتيجة دلوقتي حسب أيضاً LM Arena أو الليدر بورد الخاص بيها حتلاقي ويخد التصنيف التاني وهنا O1 Preview الأول لو رحت اخترت الكاتجوري بالنسبة تعامله مع Creative Writing أنا واحد كل يوم باستخدمه علشان أطلع Creative Writing هل هيكون فعلاً Efficient أو هيكون كفء دا ولا لأ حبصت الأول على الرانك الناس اللي استخدمت هذه النمازج شايفة إن شايت جي بي تي فور أو Latest أفضل بعدها جيميناي إكسرمينتال 1114 وأعتقد برضو إن لسه الحكم عليه يعني ما ينفعش يكون دلوقتي بالنسبة بقى للحاجة المهمة جداً الهارد برومتس اللي هي الأوامر المعقدة شوية أو اللي فيها تفاصيل كتير يا ترى جيميناي إكسرمينتال 1114 حياخد أنه رانك حنلاقيه وياخد الرانك التالت زي ما إحنا شايفين كموضل الرانك بتاعه هنا رقم ثلاثة بعد O1 Preview و O1 Mini نجرب بنفسنا النموذج الجديد جيميناي إكسرمينتال 1114 من خلال جوجل AI ستوديو دخلت على جوجل AI ستوديو وهي منصة خاصة بي المطورين علشان يقدروا هما يقارنوا بابين النماذج المختلفة النهاردة إن شاء الله هنجرب مع بعض كومبير مابين حكتين جيميناي إكسرمينتال 1114 الجديد مكتوب جنبه New وجيميناي 1.5 Pro OO2 وهو أيضا الجديد عشان أقدر إن أنا أقارن ما بين الأداء الخاص بين النموذجين رحت جبت شوية أسئلة يعني منتشرة الأسئلة دي من موقع Redit بتتسأل لنا مزج الذكاء الاصطناعي وحاولت إن أنا أطبق الموضوع ده على جيميناي إكسرمينتال وجيميناي 1.5 Pro OO2 ونشوف الفرق ما بين الاتنين هنا في أول سؤال معي هنا متعلق باللوجيك أكتر ويهييك vier ليهيهيه هيهيه الرقم اللي على وزن الكلمة اللي بتعبر عن الطول بلانت الطول بلانت اللي هو التري اللي هي الشجرة حر يا طريق إيه الرقم اللي على نفس الوزن فهنا لو أنا عملت Run بالمنظر ده كده وزي ما قلت لك الأسئلة دي أنا جبتها من Redit كده بشوفي الناس بتسأل الل 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 M بتقوله إيه بشكل عام مش جيميناي بس هنا لو رحنا لي جيميناي إكسبريمينتال 1114 حلاقيه بيقول لي let's break this down tall planet described as tree بتطلق على التري أو الشجرة يبقى إذن اللي على وزن الشجرة هي sounds like number على التري هو 3 ف3 3 فدي الإجابة الصحيحة تعال بقى نبصي لي جيميناي 1.5 pro OO2 this is clever يعني هو هنا بيقول لي سؤال clever the only answer is 4 طبعا إجابة خطئة 4 على وزن 3 طبعا الفور مش على وزن 3 فإذن دي إجابة خطئة جيميناي إكسبريمينتال 1114 تفوق في هذه الجزئية بنيجي لسؤال تاني سؤال ده برضو شفته على ريدت من الأسئلة الشائعة اللي الناس بتسألها ليه نماذج الذكاء الاصطناعي سؤال بيقول what is heavier؟ أيهما أسقل one kilogram of feathers يعني or one kilogram of feathers يعني نفس الحاجة يعني واحد كيلو جرام من الريش ولا واحد كيلو جرام من الريش أنا هنا بلغبطي إلا اللام دي أنا أقول run وأشوف الإجابة هتكون عاملة إزاي فتبالب هتلاقي الجديد بيفكر شوية هنا جيميناي 1.5 pro 2 بيقول لك نفس الوزن kilogram is a unit of mass بيقول لي الكيلو جرام ده وحدة ليه الكتلة one kilogram of anything is the same as one kilogram of something else the trick is to make you think about the volume or dynasty of the weather زيانا يعني trick يعني أن أنت هنا يعني ممكن نفكر في الvolume أو الـ dynasty هنا بقى جيميناي experimental one 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 four يعني قال لي the same بس هو بيتفلسف شوية وده يمكن اللي خلى الناس تديره top one كمان أنه هو بيقض يتكلم كتير ويفصر كتير بيقول لي أن الديفرنس هيكون لو تكلمنا عن الvolume وحيبتدي يخش كده في فلسفة في الإجابة لو خدت بالك جيميناي 1.5 pro تو أعطني نفس النتيجة بس كان مختصر وده بيسموه المختصر المفيد ولكن الاتنين جاوبوا نفس الإجابة صح هنشوف حاجة تالتة هنا السؤال هنا هخليه احتار شوية باللغة العربية فعام 2040 أنت عندك مركز بيانات كبير في حوالي 7 ملايين نموذج من الذكاء الاصطناعي حيتم صيانة المنشأة الضخمة بوسطة حارس أمن وحيد هقوله بعد كده وحدث حريق ضخم فما الإجراء الذي سيتم أخذه إيه الإجراء اللي حيتم أخذه عام 2040 في مركز بيانات هائل فيه بقى نماذج كتيرة جدا من الذكاء الاصطناعي وفيه حارس أمن وحيد وحصل حريق ضخم إيه الإجراء اللي حيتم أخذه هعمل رن واشوف كده حيفكر إزاي كتاته باللغة العربية علشان ينشوف النتيجة برضو من الأسئلة الشائعة أنه فيه ديزاستر أو كارسة وإيه الإجراء اللي حيتاخد وهنا حيفضل حياة البناء آدم ولا لأ عن حياة الزكاء الاصطناعي والعكس صحيح جيميناي 1.5 Pro 2 خد وقت أقل في الرد من جيميناي إكسبريمينتال 1114 اللي خد وقت في التفكير أكتر ولكن جيميناي 1.5 Pro 2 بيقول في السيناريو ده حارس الأمن لازم يأخذ إجراء هو الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور سلامة الحارس وسلامة الآخرين هو الأولوية القصوى ومفروض أنه هو ما يخمتش الحريق بنفسه بعد الاتصال بخدمات الطوارئ لازم يتم كذا كذا والتعامل مع الموضوع هنا بيقول فقدان مركز البيانات وملايين نمزج الزكاء الاصطناعي حيكون كارثي لكن حياة الإنسان أهم بكتير لن يتمكن حارس أمن واحد من فعل كثير ويجب التركيز على السلامة أولاً وقبل كل شيء هنا الراجل لازم يركز على سلامته لأنه مش حيضر يعمل أي حاجة مع الموضلز ويكون سلامة الشخص هي الأهم هنا بحبصة ليجي منها إكسبريمينتال 1114 بيتفلسف شوية فبيقول لي إيه؟ هنا بيقول لي قبل وقوع الحريق افتراضات هامة أثناء الحريق بعد الحريق الأسئلة المقترحة في الآخر خالص الديني في الآخر سيناريو كهذا يفتح الباب لخيالات مؤكد أن أي مركز بيانات مستقبلي سيكون مجهز بأنظمة متقدمة لتقليل اعتماد على العنصر البشري خصوصاً في الكوارث هنا أنا شايفة أن جيميناي 1.5 برو عطاني إجابة واضحة في الآخر خالص هنا هو عطاني تيكست طويل عريض وفلسفي جداً 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 لكن أوه توكات الإجابة بتاعته أنا من وجهة نظري كانت أفضل من جيميناي إكسبريمينتال 1114 هبتدي أروح هنا هنا ده سؤال عايزة الإجابة بتاعة زد سكوار يعني قلت له زد بتساوي إكوال تو ماينس 3 اي ديني قيمة زد سكوار هبتدي أقول له ران هسأله السؤال إيف زد إيكوال تو ماينس 3 اي دين فايند زد سكوير هنا أعطاني كده إنترنال إيرور ممكن يعمل معاك الحركة دي خصوصاً لما تكون شغال في نفس الشات مش عامل نيو برومت أو شات جديد جيميناي 1.5 برو جاوب على طول يعني 1 2 3 فرس outer inner last وعطاني النتيجة في الآخر بتاعة الزد تربيع أو زد سكوير هساوي إيه بالنسبة بقى لجيميناي إكسبريمينتال 1114 عطاني بالتفصيل ولكن عطاني نفس الإجابة يعني إجابتين صح ولكن يعني جيميناي إكسبريمينتال كاتب كلام كتير أو يعني شارح بالتفصيل عن جيميناي 1.5 برو ده بالنسبة لي الماث ولكن لاتنين أعطيني نتائج مضبوطة نخش على حاجة تانية اديني لست من عشر كلمات كل كلمة بيكون فيها حوالي 11 حرف وأعمل run هنا كمان عايزين نختبر السرعة جيميناي 1.5 برو كان أسرع تاني بيفكر شوية إكسبريمينتال بطيء نوعا ما أعطوني لاتنين الإجابة ولكن لو أنت بصيت على الليست أو القائمة اللي عطيها لجيميناي 1.5 برو ووتو حتلاقي فيه أخطاء كتيرة رقم عشرة الكلمة دي مفهاش 13 حرف أيضا الكلمة دي مفهاش 13 حرف اللي هي رقم 6 هنا هو في إجابته كان دقيق أكتر من جيميناي 1.5 برو أو أو تو فإذن النتائج دقيقة باستخدام جيميناي إكسبريمينتال 1.1.1.4 إذن جيميناي 1.5 برو أو تو بيرتكب أخطاء وأخطاء في أسئلة بسيطة زي ما إحنا شايفين عشان كده لازم تراجع وراء نتائج الذكاء الاصطناعي جربته في الكودينج لقيته بالHTML وCSS وJavaScript إن هو يديني كود في تيكست فايل خدته جربته اللي اتنين تقريبا كانوا واحد في الأداء ما كانش في فرق في الحاجات البسيطة في الحاجات المعقدة إيه الأخبار لأن ده مش التخصص بتاعي ولكن المبرمجين بقى هما اللي قلونا في التعليقات الاستخدام في الجزء المتعلق بالكودينج فادهم بأي درجة الإكسبريمينتال عن الجيميناي 1.5 برو أو تو أتمنى تكونوا استفادتوا من فيديو النهاردة حاولت إن أنا بشكل عملي أوريك جيميناي إكسبريمينتال 1114 الجديد من شركة جوجل قررناه بجيميناي 1.5 برو أو تو وشفنا الفرق جيميناي 1.5 برو أو تو والتاني أيضا الإكسبريمينتال بيديني نفس النتيجة ولكن جيميناي 1.5 برو بيديني أخطاء جيميناي إكسبريمينتال 1114 بفلسف لكن بيديني الإجابة الصحيحة في الآخر التاكست بتاعه طويل شوي ولكن برضو دايما قلت لك في الآخر بيديني l'إجابة صحيحة نقدر نقول إن جيميناي إكسبريمينتال 1114 الحاجات الإلاجيك بيتفوق أكتر وأيضا نقدر نقول أنه هو في الحلول القطعية يعني بيديك حل أخير جيميناي في اتخاذ القرارات 1.5 برو أفضل يعني على حسب الاستخدام وياريت أسمع في التعليقات بعد ما حتجرب جيميناي إكسبريمينتال 1114 إن شاء الله من الرابط اللي حطولك في الوصفة أسفل الفيديو إيه رأيك حسب المجال اللي أنت بتستخدمه فيه زي ما قولكم في نهاية كل فيديو أتمنى كل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم أشككم في فيديو قادم بإذن الله على قناة Infotech for You زي ما بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش يعملوا سابسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت تمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته